مساء الخير بكت جنات فمشت دمع دما حتى تعظم النهر وبأحرف الشهادة حفرت سالس كيكي ودلال عز الدين على حجارة دير قانون هنا رمينا قمح الأعمار وارتحلنا في غير أواننا ففي ليلة من ليالي صور الحزينة قضت الشهدتان بغارة إسرائيلية أطبقت طوابقها الثلاثة على أشتاد المدنيين وخلفت جرح جلهم من الأطفال والنساء واليوم وبدموع صافية شيعت دير قانون النهر أقمارها إلى المجرى الأخير وبحق الرد المفتوح والمتوقع أن يجري دواما ليليا بعد أداء النهار نفذ الحزب عشرات العمليات من المواقع العسكرية وتجهيزاتها التجسسية إلى أرض المستوطنات المحروقة حيث ارتفعت ألسنة اللهب على الصواريخ الكاتيوشا والبركان والفلق والمسيرات القضادية ولفت صفارات الإنذار شمال فلسطين المحتلة ومن لهيب الجبهة والخوف من تدحرج الحرب والتساع البكار نحو الإقليم لعبت واشنطن وباريس دور الإطفاء بلجنة ثلاثية أمريكية فرنسية إسرائيلية سرعان ما تعرضت لنيران صديقة من وزير الحرب يو آف جالنت الذي قال إننا لن نكون شركاء في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها ليتولى وزير خارجية الاحتلال تصويب الموقف ويقول إن تصريحات جالنت غير صحيحة وفي غير محلها في وقت نقلت القناة الثالثة عشرة العبرية أن الكابينت السياسي والأمني سيجتمع بعد غد الأحد على خلفية التصعيد في الشمال ومفاوضات الصفقة في المقابل نقلت القناة الثانية عشرة أن الجيش أوصل قيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان والارتباك الإسرائيلي على المستويين السياسي والميداني تجلى في قول رئيس مجلس الجليل الأعلى الإقليمي إن في لبنان زعيما يقول ما سيفعل ويفعل بالضبط ما يقوله وعلى الجانب الآخر هناك الحكومة الإسرائيلية التي لم تتمكن منذ ثمانية أشهر ونصف الشهر من اتخاذ قرار بشأن أين تتجه الأمور في الشمال وفي يوم الصواريخ التي سجل عدادها ستينا على منصات الإطلاق في الميدان فقد حدث في مثل هذا اليوم أن علق الرئيس على جلسة واحتفى لبنان بالذكرى السنوية الأولى لآخر جلسة انتخاب جرت في الرابع عشر من حزيران العام الفائت وأقيمت مراسم التأبين داخل جلسة الحكومة اليوم والتي أسفت بعد مرور عام لكون النقاش ما يزال حول جنس الحوار وأشكاله وعلى جدول الأعمال حضر بند النازحين بخطة حملها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وتستدعي التنصيق مع قيادة الجيش لضبط الحدود في حين أوكل المجلس بل انفرأ كل وزير ذي صفة ومن موقعه التنصيق مع الجانب السوري بشأن ملف النزوح وعلى جلسة المائة ميجاوات والعرض القطري للكهرباء علق الثنائي الشعي خطا حاميا على الخط البارد لقضية المناضل الأسير جورج عبدالله في السجون الفرنسية وطرح إجراء صفقة تبادل بعدما طلبت باريس لبنان بتسليمها مطلوبا فرنسيا من أصول جزائرية متهما بالإتجار بالمخدرات والطلبان قيد الدرس